اشتكت بالحساب هذا الامر هو بين يدي دنيا مش تعتذر لها ولا تعتذر لها ولكن ما يهمني هو النكران والتنكر انها من حركة الشكاية ضد دنيا وابتسان بعدما حركت شكايتها تقدمت امام الفرقة الوطنية واستمع اليها امام الفرقة الوطنية يوم 6 خوش 2019 وبعدما ازلت بهويتها كاملة ورد في الفقراء الاولى من سفحة ثانية من محضر سماعها ما يلي صحة ثانية معي؟ معكم وافيدكم ان مجموعة من الاشخاص يقفون وراءه وراء حساب حمزة موبيبي ما تم نشره ضد بحساب حمزة موبيبي على تطبيق انستجرام اسمعوا لي امتلاعنا وأخص بالذكر كل من دنيا باطمة والمسمى السمو بالبشير ويرجعوا سبب هذا التشير في حقي الى عدم دعوة المسمى الدنيا باطمة الى حفل خطوبة ولأسباب الشخصية اخرى لا نكذب على الاحياء قد يمكن ان نكذب ونفتري على الاموات وعندما يبرس الدليل لا دعي للافتراق هذا المحضر سماعة الفرقة الوطانية واستمع عليها من قبل المشتكية التي تدعي انها المشتكية دب احنا مش تكذب على دنيا تكذب على ايزانة شي التاني موقفتش هنا لا حضرت امام المحكمة الابتدائية جواصة تدفاعها وادلت بطلب التنصيب كطلب المدني طلعت تنصيبها هو هذا سعيدة شرب دنيا باطمة تيسام باطمة هذه مذكية المطالب المدنية كطلب جبر الدرار كطلب التعويض كتقول تدررته مما فعلته دنيا امتسام ولذلك بقى اني اطلب التعويض عن الدرار الذي حصل عليه مش هطلبات طلبات خمسين مليون هتصف على اخير عفظ مذكرة المطالب وتعطى المحكمة عشر الابدها كجمكة النتي الانسان يكون صادق مع الله ولن ويكون صادق مع البشر والحاجة اللي يتبت بحجاج عيب وعاه اندنا نقرها اشتركوا في القناة